السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاديم تعملوا ايه? ولا حاجة? طب تعالوا نتفسح شوية. الله بصوا هنروح النهاردة عند برج خليفة. ادي برج خليفة قدامنا اهو. طبا احنا حاليا في الشارع المركز المالي. حاليا ندخل اه شمال او يسار. وندخل كده احنا دي اول بداية اه بوليفارد اه سمو الشيخ محمد بن راشد. اللي هي منطقة اه دوباي اه داونتاون او داونتاون دوباي. زي ما تحبوا تقولوها اقولوها. تمام? بنبدأ كده من البداية. اول حاجة هنشوف على قدينا اليمين. ما شاء الله في برج خليفة زي ما هنشايفين. وجمبوا على طول في دوباي مول وفي مواقف السينما. تمام? وجمبوا على طول في الجديد. ده لسه فاتح. يعني مش من فترة بعيدة قوي ولا فترة قريبة. اه لكن المكان ده اه حلو جدا. اللي بيحب الاكل الصيني. اللي بيحب السيم الصيني. ده ده جميل جدا. نحية بصراحة. اه ناحية اليمين. اه ده مدخل تاني لدوباي مول. وزي ما احنا شايفين على على قدينا اليمين قدامنا هنا. اه في اه ده فندق ادرس. وفي ناحية الشمال هنشوفه واحنا راجعين ان شاء الله. اه في المطعم بتاع بوراك اللي هو التركي المشهور. كده احنا هندخل يمين. ونشوف اه دي زي ما احنا شايفين فندق دي ادرس. فندق العنوان. وفي مواقف السينما. من ناحية اليمين. تادل دوباي مول. وزي ما احنا شايفين ما شاء الله برج خليفة. اعلى برج في العالم. اطول برج في العالم. في اه ناحية الشمال زي ما احنا شايفين ده زي مكان بيعمل برجرز بيعمل زي مطعم صغير كده حلو كافي. وفي كمان ده ناحية الشمال الحتة دي جميلة جدا. الناس بتحب ان هي دايما تقعد فيها عشان تشوف برج خليفة. وناحية اليمين ده دوباي مول في مطاعم كتيرة جدا ممكن ان انتم تقعدوا فيها ويبقى بتاعكم برج خليفة. طبعا ده في فصل الشتاب بيبقى جميل جدا. في فصل السيف الناس بتفضل ان هي تقعد جوه لان الدنيا بتكون حرب شوية. ما شاء الله زي ما احنا شايفين برج خليفة على معتقد تمنمية تمانية وعشرين متر. ما شاء الله. اعلى برج في العالم لغاية وقتنا. او لغاية اه الوقت اللي انا بعمل فيه الفيديو لغاية دلوقتي. اه زي ما احنا شايفين على دي الشمال اه دي الكافيات اللي احنا تكلمنا عنها. والشاشة البعيد اللي انتم شايفينها هناك دي. اه ده المكان ده تحتيه على طول هو المطعم بتاع اه شيف بوراك اللي هو الشيف التركي المشهور اللي ده ما بيطلع في الفيديوهات بيتحقوا كده. كده احنا داخلين على الاشارة. هنقطع على طول من هنا وندخل على طول نكمل. انا حبيت ان انا ادخل جوه عشان افرقكم على المكان من جوه. طبعا. المطعم على قدينة الشمال هناك اهو. وكده احنا دخلنا ايمين. واحنا زي ما احنا شايفين ماشيين في الشارع ده. الشارع ده. اه في اه على اليمين وعلى الشمال في على اليمين اعتقد معظم الحاجات اللي موجودة على اليمين كلها بتكون اه فنادق وحاجات من دي. وده مكتب اعمار على قدينة اليمين ده للا اي حد عايز يشتري لأي اه او اه اي مكان موجود في المنطقة دي. اه وعلى قدينة الشمال في مباني دي كلها سكنية. في ناس بتبقى سكنة فيها. ودلوقتي احنا هندخل على اه واحد من الاماكن المشهورة جدا اللي دايما الناس بتروح تتصور عندها. اللي هو اسمه اه او اجنحة المكسيك. هنشوف دلوقتي اه انا هبطأ شوية بالعربية. تمام? اهو. وهنشوف اهوات اه دي الاجنحة اهي سامحنا شايفين. اهي. تمام? كل الناس بتحب دنيا تتفرج دايما اه عفوا بتحب دايما تاخد سور في المكان ده. المكان طبعا جميل. واحلى حاجة فيه التمشية في وقت الصبح. يعني اه لما يكون مساء يوم عمل ولا حاجة وفي مساء حد عنده اجازة او ناس من اللي مش بتشتغل. اه بتروح ان هي تتمشى في الاماكن دي. لان الجو ببقى جميل جدا. ده طبعا في فصل الشتاء كيد. والا تمشية في الحتة دي بتبقى جميلة جدا صراحة. مريحة كده كل الاعصاب. تفرج على على المباني الجميلة اللي حوالينا. او البنايات زي ما بيسموهنا في دولة الامارات العربية المتحدة. آآ زي ما احنا شايفين مع بعض جميل جدا المكان. بسم الله ما شاء الله. حاجة جميلة. ايه رأيكم لغاية دلوقتي في الفصحة الحلوة اللي احنا فيها دي. لو حبيته فكرة الفيديوهات دي وحبيته ان انا هعمل لكم فيديوهات اكتر بالطريقة دي وتروحه. معايا ان احنا نتفسح مع بعض. وانت قاعد في البيت يعني مش هتروح في حتة. تمام? تتفرج على دباي وتروح كل ما كان حلوة فيها وانت قاعد جوه البيت. مش هتتحرك. لو انت مكسل يعني. لكن لو انت حابب ان انت تأتي على دباي وتتفسح وتشوف بنفسك. تعالى طبعا المكان جميل كدا وحاجة يعني تشرح القلب بصراحة. اه في طبعا زي ما احنا شايفين على قدنا اليمين في اه او ناش وحاجات من دي. في شغل اه اه لسه بيعملوا بيبنوا حاجات ما شاء الله. بيعملوا حاجات جميلة جدا. اه ناحية اليمين هنا يا رب مش عارف هتبان ولا لأ بس هو في دباي اوبرا. تمام? دي بتعمل فيها حفلات اه جميلة جدا. هي اسمها دباي اوبرا بس مش شرط ان هي دائما يكون فيها اوبرا. بتعمل فيها حفلات كتيرة جدا وبيتعمل فيها اه زي اه تجمعات اه لاي اه حدث كبير. اه في كمان على دين الشمال المبنى اللي هناك ده فيه تقريبا فيه مبنى شبهه في اه يا ربي مش متذكر ازا كانت ماليزيا او سنجابورا. اه يريد حد في التعليقات يكتب لي المبنى اللي شبه المبنى اللي على الشمال اللي شايفينه اللي هو تحس ان هو شبه المركبة كده. اه مش اه مش متذكر ازا كان في ماليزيا او سنجابورا. اه وهندخل دلوقتي ناحية اليمين وقادي برج خليفة من اه يعني من من انجل مختلف او من زاوية تانية مختلفة. وتفرجوا ما شاء الله النوافير حاجة بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا. البرج جميل الله. والله على النفورة. والمكان طبعا فلة جميل. بسم الله ان شاء الله. انا بقالي هنا في دبي دولة الامارات العربية المتحدة بقالي تمنتاشر سنة والحمد لله الناس ناس بصراحة يعني اهل الدولة ناس محترمين جدا وقمة في الادب والزوء. دايما بيخافوا على بلدهم. دايما بيعملوا الناس الوافدين بطريقة حلوة وجميلة. وعشان كده هتلاقي في ناس كتير زي يعني بيقيموا في الدولة بيعيشوا فيها فترات طويلة. وكمان معدل الامان في البلد جميل. والحمد لله ربنا يعني آآ اللهم لا حسد يعني يبعد عنهم الشر. لان آآ بصراحة آآ الامان ده حاجة الواحد ما ادارش ان هو يشتريها بفلوس يعني. ده مدخل تاني زي ما احنا شايفين على قدنا اليمين آآ لدبي مول. آآ تريبا ده مدخل الفاشن. وهنا هنروح عند الاشارة. وهنرجع آآ مرة تانية ناخد عشان نبص مرة تانية على برش خريفة من انجل تاني او من زاوية تانية مختلفة. كده هناخد ندخل ونشوف. ايوة يلا نشوف. بصوا. الله على الجميلة. جميل جدا. ما تملش من من ان انت تشوفه بصراحة. آآ هنكمل قدام شوية وهنطلع قدام شوية. وآآ تريبا ان احنا كده يعني خلاص خلاصنا الجولة بتاعتنا وزي ما قلت لكم لو عجبكم فكرة الفيديو اتمنى ان انتو تكتبوا لي آآ في التعليقات ان انتو اللي حبيتو ان انا اعمل فيديوهات زي كده في المستقبل ونروح نتفسح مع بعض. اتمنى يكون عجبكو فيديو النهاردة. تريد تشاركوا الفيديو وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك اذا تكرمتم. وبشوفكم المرة الجاية ان شاء الله ومع السلامة. اشتركوا في القناة